قال عليها الصلاة والسلام ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خاذ لهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى ولا تزال طائفة الطائفة هي المجموعة من الناس وقال من أمتي الأمة هنا هي أمة الإجابة أخبر عليها الصلاة والسلام بأن هذه الطائفة لها مزايا مما زاياها أنها على الحق ثانيا أنها منصورة ثالثا لا يصيبها ضرر ولا ضير لا في من خذ لها من من ينتسب إلى أمة الإجابة ولا إلى من خالفها منهم أو من غيرهم وأخبر رابعا وأخبر بأن هذه الصفات باقية لهم إلى أن يأتي أمر الله عزيزهم ترى من هي هذه الطائفة قال ابن عثيمين رحمه الله قال تكلف بعض السلف فقال إن هذه الطائفة هي أهل الحديث وهذا ليس بصحيش لما؟ لأنه إن كان المقصود من قولهم لأهل الحديث هو من اعتنى به رواية ودراية فإنه سيخرج أهل التفسير وأهل الفقه فيكون في هذا القول حصر لأهل الحديث في هذه الطائفة وبالتالي فإن شيخ الإسلام ابن تيمية على قولهم ليس من هذه الطائفة ولا يمكن أن يقول أحد بهذا ولذا قال الذهبي رحمه الله وهو من أهل الحديث من حفاظ الحديث ولمن أحفاظهم قال كل حديث لا يعرفه شيخ الإسلام رحمه الله فليس بحديث فهو رافع راية الحديث ولذا قال ابن عثيمين رحمه الله قال فتنازعوا في الإمام أحد هل هو من أهل الحديث أو من أهل الفقه فقال الفقهاء إنه فقي وقال أهل الحديث إنه محد فلا يصش أن يقال مثل هذا القول إلا إن أريد بأهل الحديث إن أريد به المعنى العام وهو أن يدخل فيه كل من تبنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم دراسة وتعليما وتطبيقا ودعوة سواء كان من المصطلع عليهم بأنه من المحدثين أو لم يكن هذا شيء من كلامه رحمه الله وهؤلاء السلف الذين ذكرهم رحمه الله الذين قالوا بهذا منهم الإمام أحمد قال رحمه الله إن لم يكن هم أهل الحديث فلا أدرم لهم وقال ذلك ابن المديني وقال ذلك البخاري رحمهم الله وهذا يكون قولا لهؤلاء المحدثين كلمة أحمد والبخاري وابن المديني أعلام في حديث لكن هذا المقصود من كلام هؤلاء أنهم هم أهل الحديث صناعة وبالتالي يخرج عدد كبير من علماء الأمة من هذه الطائفة هذا محل استفها القول الثاني وهو عن ابن المديني يخالف قوله الأول قال إن المراد بهذه الطائفة هم العرب والمقصود من العرب هم العرب الذين دخلوا في الإسلام وليس المقصود عموما العرب ويستدل على ذلك برواية الأخرى وهي قوله عليه الصلاة والسلام لا يزال أهل الغرب على الحق لا يزال أهل الغرب على الحق والغرب هو الدلو الذي يستقى به والعرب هم أهل الغرب القول الثالث وهو قول للنووي رحمه الله قال إن المراد بهذه الطائفة ليس أناسا مخصوصين وإنما هم عموم أفراد هذه الأمة منهم المفسر منهم الفقيه منهم المحدث منهم الآمر المعروف والنائع عن المنكر فلا يكون الحصر لطائفة معينة القول الرابع أن هذه الطائفة هم أهل الشام أهل الشام ويستدلون على ذلك بالرواية التي استدل بها ابن المديني ولا يزال أهل الغرب والمتحدث من النبي صلى الله عليه وسلم وحديث أين كان في المدينة وغرب أهل المدينة هم أهل الشام وشرق أهل المدينة هم العراق فيكون مغرب أهل المدينة الشام ويكون مشرق أهل المدينة العراق وإذا لما قال عليه الصلاة والسلام ألا إن الفتنة تكون من جهة المشرق فالسرى في حديث آخر لما قالوا يا رسول الله وفي عراقنا يعني أدعو لعراقنا قال منها تخرج الفتن إذا طلعت الشمس يضع الشيطان قرنيه عند طلوعها وحينها يسجد لها الكفار وهذا الاختلاف الراجع به ما قاله النووي رحمه الله إذ لا دليل يقص طائفة معينة أو يقص أهل مكان معينين ولذا من قال بأنهم أهل الشام حصر هذه الطائفة فيهم ومن ثم فإن أهل الشجاز وأهل الأمصار الآخرين ليسوا من أولئك المعدودين من الطائفة وهذا لا يمكن كيف؟ لأن هناك علماء ناضلوا وبيّنوا ودفعوا الشبه ووضحوا الحق في الحجاز وفي غيره في الحجاز في مصر في العراق في الشام فدل على أنه ليس المراد البقعة صحيح أن الشام فضائل إذ أمر النبي عليه الصلاة والسلام عند الفتن أن يذهب الناس إلى الشام ويدل على فضل الشام لكن لا يحصر أمر هذه الطائفة في أهل الشام ولذا فإنه لا يعلم بعد ذهاب شيخ الإسلام وتلاميذه في الشام لا يعلم أن هناك أحدا قام بالتصدي لأهل الفرق الظالمة فنجد أن الحق أصبح في غير الشام فدل على أنها تنتقل وإذا قال النووي رحمه الله قال وليست محصورة في بقعة معينة لا في الشام ولا في بيت المقدس ولا في غير ذلك بل يحتمل أن يكونوا متفرقين في البلدان ويجتمل أنهم في هذا التفرق يتناقصون إلى أن يجتمعوا في بقعة واحدة ترجمة نانسي قنقر